اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس التدريب الصيدلي النهاردة في الحلقة دي هنتكلم عن أدوية علاج مرض سلس البول أو التباول اللائراضي ولكن في البداية أتمنى أنتم تكونوا شفتوا الحلقات اللي فاتت لو لسه ما شفتوهاش أو قبل مرة تسمعوني أنا أسيب لكم لينكس الفيديو في الديسكريبشن وأتمنى أنتم تتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده وتتفعلوا معيها عشان نقدر أكمل السلسلة دي في البداية قبل ما نبدأ في شرح الأدوية هنتكلم أصلا عن الحقيقة فيه كلاسيفيكيشن كتيره لكن أنا اخترت الكلاسيفيكيشن دي لأنها سهلة وبسيطة في الإنسان الطبيعي المثانا أو البلادر اللي هي في الشكل قدامنا دي لما بتتميلي تماما باليورين بتبدأ الديتروس المصل اللي في البلادر تنقبض ويحصلها كونتراكشن عشان تبدأ تطرد اليورين خارج الجسم عن طريق اليوريثرا أو مجرى البول لذلك أي مشكلة في الكونتراكشن بتاعت الديتروس المصل أي مشكلة بتضغط على البلادر من فوق أو بتخليها تنقبض قبل امتلاقها باليورين أي مشكلة بتضيق المجرى اللي بيخرج منه اليورين أو اليوريثرا أكيد أكيد هتأثر على عملية الميكتوريشن الطبيعية في الإنسان الطبيعي اللي هي عملية التبور أو الشعور بالرغبة في التبور إحنا كده فهمنا الحالة النورمال العادية تعالوا بقى نفهم اللي هي الحالة اللي مش عادية أو مش طبيعية أول حالة هو وده بيكون نتيجة ضعف في العضلات بتاعت البلفيك أو الحوض بتبقى عبارة عن اللي هي العضلات المسؤولة عن بتاع اليوريثرا أو المجرى الخارجي واللي بتتحكم في قفل وفتح اليوريثرا وبالتالي اليوريثرا مش هيتحكم في أي حاجة والسفنكتر اللي فوق اللي هنا بالزبط مش بيتحكم برضو في خروج اليورين بيفضل مفتوح لأنه العضلات اللي حواليه ضعيفة وبالتالي خروج اليورين بيحصل بطريقة لا إرادية وعكس الطبيعي النوع الثاني هو وده نتيجة انقباض العضلة أو الدتروس المسل اللي موجودة في البلدر بالرغم من عدم امتلاء المثانا في البول وبالتالي المفروض أنه المثانا لما تمتلق باليورين تبدأ الدتروس المسل تنقبض وبالتالي يحصل يورينيشن على أو بفريكونسي معتدل ولكن هي كل ما في الحالة دي كل ما البلدر يبقى فيها نسبة يورين صغيرة بتبدأ تنقبض ويحصل فالإنسان يحس بالرغبة في التبول بطريقة يعني متكررة وبسبب الإنقباض الغير طبيعي لهذه العضلة بيبقى فيه إردج يعني الحاح يعني حالة ملحة وبالتالي الإنسان ما بيقدرش يتحكم مع الضغط دوا وبيخرج البول بطريقة برضو لا إرادية النوع الثالث هو الـ وده بيبقى نتيجة ضغط على اليوريثرا من تحت وبالتالي بيبدأ البول يتملي في البلدر تماما وبيبقى مصاحب كمان لضغط الموجود على اليوريثرا كمان إنه البلدر ما بتنقبتش وبالتالي بيفضل البول يتجمع في البلدر تماما لحد ما تتملي خالص وبيبدأ يضغط على الول بتاعة البلدر وعلى اليوريثرا طبعا وبالتالي بيحصل ليكيج طبعا أو تسريب للبول نتيجة عدم أنقباض الدتروس المصل بطريقة طبيعية وفي نفس الوقت المجرى بتاع اليوريثرا بيبقى ديق لسبب ما أو مضغوط عليه وليكن بسبب مثلا في الرجال أو في الميلز بسبب تضخم البروستاتا اللي كلمنا عنه وعن الأدوية بتاعته في الفيديو اللي فات اللي لسه ما شافهوش هسيبلو لينك في التسكريبشن وطبعا ده بيسبب تسريب لليوريثرا بطريقة لإرادية خارج اليوريثرا النوع الرابع هو Neurogenic Incontinence وده بيبقى حاجة خارج أصلا البلدر ده بيبقى نتيجة Disturbance في الNervous System بيبقى ملوش أي علاقة بالمسلز بتاعت البلدر أو باليوريثرا النوع اللي يهمنا احنا لأنه هو ده اللي متوفر ليه علاجات Pharmacological Treatment في الصيدلية أو في صورة أدوية أو تابلتس هو الOveractive Bladder أو Urge Incontinence بيبقى نتيجة أنه التروز المسل بتنقبض قبل امتلاء البلدر باليورين أصلا يبقى أنواع الIncontinence ثاني زي ما اتفعنا Urge Urinary Incontinence اللي هي بنسميها Overactive Bladder وده اللي يهمنا لأنه ده اللي ليه Pharmacological Treatment وده بسبب أن الديتروز المسل بتنقبض أثناء الفيلنج فيز أو أثناء امتلاء البلدر باليورين مش بعد ما بتمتلئ تماما باليورين في الحالة الطبيعية والنوع الثاني هو Stress Urinary Incontinence وقلنا أن ده بسبب Urethral Sphancters بيبقى العضلات بتاعتها ضعيفة ما بتقدرش تنقبض بصورة طبيعية وبالتالي ما بتقدرش تمنع خروج البل من Urethra نتيجة ضعف في عضلات الحود أو بيبقى ميكسد ما بين UUI أو Urge Urinary Incontinence و Stress Urinary Incontinence دي بتبقى حالة معقدة لأنه بيبقى فيها التو فاكتورز الموجودين في الحالة اللي هي Overflow Incontinence اللي هي Bladder Under Activity يعني عكس Urge Incontinence بدلا ما الدتروز المصل بتكونتراكت بصورة أكبر من الطبيعي أو أسرع من الطبيعي لا الدتروز المصل في Overflow Incontinence أصلا مش بتنقبض بالصورة الطبيعية وكمان ممكن يكون بلدر Outlet Obstruction يعني في حاجة ضغطة على اليوريثرا أو الأوتلت بتاع البلدر وبالتالي سادد مجرى البول فاليوري مش قادر يخرج بصورة طبيعية فبيحصل Leakage أو تسريب وفي Functional اللي هي Unrelated أصلا ل اليوريثرا أو البلدر وبتبقى غالبا مشكلة في Nervous System وأسبابهم برضو بتختلف على حسب أنواعهم يعني Urge Urinary Incontinence أحيانا بتبقى إيديوباثيك مش عارفين مصدرها إيه أحيانا بتبقى بسبب التقدم في السن ففي خلل حصل في الوظيفة أو بتاعت المسلز أو أو تدخم البروستيت فبالتالي بيبقى فيه Bladder Outlet Obstruction أو Neurologic Disorders أي حاجة بتأثر على الجهاز العصبي في بعض الأحيان بالنسبة للفيميل بتبقى بعد عمليات الهيستريكتومي أو استقصال الرحم أو نتيجة Infection متكررة في Urinary Tract وبالتالي بتأثر على الفنكشن الطبيعية بتاعته في حالة Urinary Incontinence أحيانا كتير بتبقى بسبب الحمل المتكرر بيأثر على عضلات الحود وخصوصا الفيميلز اللي بيولدوا ولادة طبيعية أحيانا بردو بيبقى سبب المينوبوز بسبب قلة هرمون الاستروجين علشان كده أحيانا بيبقى من ضمن التريتمنت بتاع بيبقى الاستروجين سبليمنت برضو الاستروجين برضو بتأثر على أو ممكن تسبب الاستروجين الاستروجين وكمان الاستمنة لأنها بتسبب ضغط على البلادر البلادر وإنترا أبدومينال بريشر على البلادر في الـ طبعا ده بيبقى فيه بلادر وبيبقى البلادر مش بتنقبط بصورة طبيعية او بيبقى فيه زي ما اتفقنا زي كده في حالات الميلز اللي عندهم بي بي اتش او بناين بروستيت هايبر بليجي طيب وفيه الفانكشن طبعا ان هي بتبقى حالة نفسية او مشكلة في النيرفيس سيستم مالهاش اي علاقة بالفانكشن بتاعت اليريناري تراكت نفسه بالنسبة للسيمتومس الشكوى اللي احنا ممكن نستنتجها طالما احنا فهمنا ايه هي اسباب انه اول حاجة عدم القدرة على التحكم في خروج البول بيحصل اثناء اي ضغط بيحصل في الابدومن زي مثلا لما الانسان يعتص او يكح او يضحك تلاقي فيه مشكلة فيه تسريب في اليورين وعدم التحكم في خروج اليورين كمان بيحصل بيحصل يعني احساس انه الرغبة في التباول بيحصل فجأة وملح جدا لدرجة انه البيشنت ما يقدرش يلحق نفسه او يتحكم في الفترة اللي ما بين احساسه بالرغبة في التباول وما بينه هو يقدر يحصل اليورينيشن بشكل طبيعي كمان بيحصل زي ما اتفقنا اللي هي انه برغم ان الانسان بيكون خلص خلاص عملية اليورينيشن الا انه بيفضل يحصل تنقيط في اليورين بعد الانتهاء من اليورينيشن ده غير الفريكونسي اوف يورينيشن لانه اتفقنا بزداد في ال انه البيشنت عضلات الديتروس المصد بتاعته بتعنقبط بصورة متكررة حتى من قبل ما البلادر تتملي باليورين فبالتالي بيبقى عدد المرات اللي بيحس بيها بالرغبة في التباول بتبقى كتيرة جدا احنا كده فهمنا ايه هو وايه هي اسبابه فاضل نتكلم على ومدام هنتكلم على يبقى لازم نشرح فرماكولوجيه لانه احنا لازم نفهم الانيرفيشن اللي واصل للبلادر اللي بيتحكم في عملية اليورينيشن الطبيعية علشان نقدر نعالجه بالفرماكولوجيكال تريتمنت فتعالوا بمنطقة البساطة نفهم ايه هي الانيرفيشن اللي واصله للبلادر واليوريثرا الانيرفيشن اللي واصله البلادر واليوريثرا سيمباثيتك و برا سيمباثيتك وبالتحديد علشان نفهم اكتر الريسيبترز اللي موجودة في البلادر هي الام ثري الام ثري ده طبعا برا سيمباثيتك جاية من برا سيمباثيتك بيلفك نيرف ودي بتعمل استيميليشن لديتروزر مصل وبالتالي هي اللي بتتسبب في الكنتراكشن بتاعة الديتروزر مصل و بيشتغل عليها الاسيتاء الكولين كمان في السيمباثيتك هايبو جاستريك نيرف ده بيشتغل على الالفا وان والبيتا ثري اللي موجودين في اللسموس مصل بتاعة البلادر و بتاعة اليوريثرا و بيشتغل عليهم النور ابنيفرن طبعا واخر نوع من انواع الريسيبترز اللي تهمنا هي النيكوتينيك ريسيبترز ودي موجودة في الاسترياتيد مصلز بتاعة اليوريثرا و طبعا بيشتغل عليها الاسيتاء الكولين مجاية من السوماتيك بيدان النور يبقى احنا كده عندنا الام ثري والبيتا ثري والالفا وان والنيكوتينيك ريسيبترز الام ثري دي اكسايتاتوري زي ما اتفقنا وهي بتعمل لديتروز المصل والبيتا ثري دي انهيبتوري زي ما احنا عارفين وبيشتغل عليها النور ابنيفرن و احنا اتفقنا ان هي انهيبتوري يعني مسؤولة عن الريلاكسيشن بتاعة المصلز بتاعة البلادر والالفا وان و ادري نيرجيك بيشتغل عليها النور ابنيفرن وهي مسؤولة عن الكنتراكشن بتاعة المصلز بتاعة اليوريثرا والنيكوتينيك ريسيبترز اكسايتاتوري و مسؤولة عن الكنتراكشن بتاعة المصلز او سريت المصلز بتاعة اليوريثرا طيب تعالوا بقى نفهم احنا بنعالج الانواع بتاعة اليوريناري انكونتننس ازاي وتعالوا نبدأ بالأرج يوريناري انكونتننس عشان ده اللي يهمنا زي ما اتفقنا احنا اتفقنا ان اليوريناري انكونتننس نتيجة كونتراكشن بزيادة او اكتر من الطبيعي في الديتروس المصل واتفقنا كمان انو الديتروس المصل بيتحكم فيها ماسكارينيك ريسيبترز الي هي الام 3 مفيدة على فكرة فيه ام 2 في البلادر بردو بس الام 2 انهيبيتوري احنا اللي يهمنا الاكسايتاتوري ففي حالة ال ارج انكونتننس احنا بنشتغل على الديتروس المصلز وعايزين نقلل الكنتراكشن بتاعها فده بيتم عن طريق الماسكارينيك انتاجونست يعني انا اعكس الافكت بتاع الماسكارينيك ريسيبترز علشان اقلل الكنتراكشن بتاع الديتروس المصلز ودي فكرة بتاعت تعالوا بقى نشوف بقية الحالات علشان اللي مش فاهم هيحس انو العلاجات متناقضة ولكن الفهم اللي احنا شرحناه كويس في البداية بالعكس هيبقى فاهم انو موضوع منطقي جدا احنا هنا اشتغلنا على الماسكارينيك انتاجونست طيب في حالة بيبقى المشكلة في عضلات البلفيك نفسها او الويكنس بتاعتها واحنا اتفقنا ان اللي بيتحكم فيها هي ادرينارجي كنترول وبالتالي انا لما هيجي اشتغل عليها كفرماكولوجيكال تريتمنت يبقى انا هشتغل على الادرينارجي كنترول بتاعها اللي بيغزي المنطقة دي اللي هي في السفنكتر بتاع في الانترني سفنكتر اللي ما بين البلدر واليوريثرا وفيه طبعا نانفرماكولوجيكال تريتمنت وده الاكتر على فكرة انه احنا بيبقى بتدخل جراحي بقى علشان يتحكموا في افل وفتح اليوريثرا وفي حالة الـ بيبقى فيه زي ما اتفقنا فيه مشكلة في الحاجتين فيه مشكلة في الدتروس المسل بس بعكس اللي حاصل في الـ يعني في الـ بتكونتراكت بصورة اكبر من الطبيعي في حالة الـ ما بيحصلهاش اصلا فانا عايز اعمل لها فازا كنت في الـ استخدمت ماسكارينيك انتاجونست فانا ممكن في الـ استخدم ماسكارينيك اجونست لان انا عايز اعمل استيميليشن للتتروس المسل مش العكس يبقى برغم ان الـ حالة ولكن باختلاف السبب اختلف العلاج تماما واحد بدي ماسكارينيك انتاجونست والتاني ماسكارينيك اجونست ولكن زي ما اتفقنا العلاجات اللي موجودة اغلبها بتبقى لعلاج حالة الـ ده اللي متوفل ليه علاج فرماكولوجي وبقية الحالات هنعرف علاجاتها بتبقى نان فرماكولوجيكال تريتمنت برضو في حالة الـ بيبقى فيه مشكلة كمان في اليوريثرا انه بسبب حصل لها بلوك بقى او مثلا بناين بروستيت هايبربليجيا او حتى مش بناين يعني ممكن يكون بروستيت كانسر برضو ضغط على اليوريثرا وبالتالي ساعتها هيبقى لازم اعالج الحاجة اللي ضغطه على اليوريثرا يعني مثلا في حالة تدخم البروستيت بيحصل تدخل بقى طبي وبنشوف الحل ايه زي ما اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت يبقى باختصار ايه هي الـ تريتمنت بتاع زي ما اتفقنا هو بيبقى دايما بيبقى فيه بلادر ترينينج وفيه عضلات فيه تمرين معينة علشان عضلات الحوض وده بيبقى موجود قوي في الـ لازم بيكون فيه تمرين زي عليك طبيعي وكمان بنشوف السبب الاساسي يعني مثلا لو فيه لازم نخفض الوزن او لو فيه حاجة ضغطة على اليوريثرا لازم نعالجها مستقلة عن المشكلة دي يعني بنعالج السبب الرئيسي وبالنسبة للفرماكولوجيكال تريتمنت عندنا الـ وفهمنا ليه والـ برضو فهمنا ليه نفس فكرة الـ التراي سايكلك علشان الـ الاستروجين وفهمنا ليه في حالة الـ وفهمنا ليه ده طبعا في حالات الـ زي مثلا في الـ وموجود في بعض الدول الباطلينم تاكسن ده بيستخدم علشان يقلل الـ افراز الـ يعني نفس فكرة المسكارينيك انتاجونيست ولكن هو مش بيشتغل على المسكارينيك ريسيبتورز وهو بيشتغل على الـ تعالوا بقى للجزء اللي احنا كلنا بنحبه وهو الفرماكولوجيكال تريتمنت ايه الادوية اللي ممكن نعالج بيها الحالة دي زي ما اتفقنا بتختلف على حسب السبب ولكن اللي يهمنا اكتر واللي ليه احلاجات اكتر هو الـ او الـ اللي احنا تكلمنا عنه وشرحنا اسبابه والميكانيزم بتاعه والفرماكولوجي كمان بتاعه الحقيقة في حوالي سبع ادوية سبع مواد فعالة لو انت حفزتها وفهمتها خلاص انت كده عرفت كل تقريبا ادوية العلاج الـ لان هي دي تقريبا المتوفرة في الصيدليات ودي اللي انت هتتعامل معي هتتعامل مباشر اول مادة اسمها ثاني مادة اسمها تروسبيم كلورايد ثالث مادة اوكسيبيتنين طالتيرودين داريفنسين وفستيرودين ودول كلهم انتي مسكرينك وبيشتغلوا على قصة الـ الـ اللي موجودة في البلادر واللي احنا كلنا فهمناها وفهمنا وظيفتها وفي نوع اخير اسمه ميرا بيجرون ده الوحيد اللي هو الـ بيتا 3 أجونست تمام؟ وحنعرف كل ده بالتفصيل وكمان بـ في حالة زي ما اتفقنا احنا ممكن بعض الحلاب بتستخدم ايستروجين لو هو بسبب المينوبول او نقص الاستروجين طبعاً ده كل ده بعد الـ يعني انه يبقى فيه وفي علاجات علاج طبيعي وتمارين كل ده بعد كده ممكن ممكن افادرين سودو افادرين يعني ألفا أجونست او ادرينرجيك أجونست يعني وديولكسيتين علشان ده سريتونين ونور إبنيفرين ري أبتيك انهبتور هو بعض الدراسات بتقول انه السريتونين والنور إبنيفرين ليهم positive effect على neuronal pathway بتاع الميكتوريشن ريفلكس زي كده ما بيستخدم في حالة الـ الـ في المرضى السكر وطبعاً في حالة الـ أو بيبقى فيه مانجمنت بقى بس بتبقى non-pharmacological ونفس الكلام فيه الـ بنعالج الـ سواء بقى هو بسبب البروستيت أو أي سبب يكون ضغط على الـ الـ البلدر اوتلت نيجي الأول دواء اللي هو دي أول مادة ده انتي مسكرينيك أو مسكرينيك أنتاجونست هو نانسيليكتف على فكرة هو بيشتغل على كل المسكرينيك ريسبترز ولكن الـ M3 بيبقى مفعول عليها أكتر شوية احنا اتفقنا إنه البلدر أصلا فيها M2 و M3 ولكن M3 الإفاكت بتاع الصليفانسن عليها بيكون أكتر الجرعة بتاعته خمسة ميلي جرام ديلي وممكن تزيد لعشرة ميلي جرام عشان كده هو متوفر في سورة خمسة ميلي وعشرة ميلي ولكن الأورستن ما بيتقسمش هو موجود في الماركت المصري أشهر دواء لي هو الفيسي كير الفيسي كير في منه الخمسة ميلي والعشرة ميلي زي الصورة كده وكمان موجودين في التامسلين بلس واللي شاف الحلقة اللي فاتت هيفهم هما لي موجودين في التامسلين بلس علشان علاج الـ بناين بروستيت هايبربليجيا وأعتقد ان الحلقة دي كمالت الحلقة اللي فاتت للناس اللي عندهم ميكسد ما بين الـ بناين بروستيت هايبربليجيا أو البلادر آتلت اوبستركشن والـ اه اه احنا زي ما اتفقنا الجرعة خمسة ميلي بتزيد لعشرة ميلي ولكن في حالات الكريتنين كليرانس اقل من ثلاثين ميلي برمينت او المادرت آه هباتيك امبيرمنت او لو هو بياخد البيشنت بياخد سايتو كروم بي فور ففتي ثري اي فور انهيبتور واللي لسه ما يعرفش ايه هما السايتو كروم بي فور ففتي ثري اي فور انهيبتورز احنا اتكلمنا عنهم في الحلقة اللي فاتت هسيبلكوا اللينك بتاحها في بالتفصيل اه في الحالات دي هتفضل الجرعة خمسة ميلي جرام وانس ديلي مش هتزيد انه اه ما ياخدش اصلا السوليفينيسين وممكن نستخدم سايتها اه بيتا ثري اجونيست تاني مادة اسمها فيزوتيرودين اه ده اه اه امتي ماسكرينيك برضو اه ويه اه الافكت بتاعه برضو على الام ثري اه بيزهر اكتر اه الجرعة بتاعته اه اربع ميلي جرام وانس ديلي وممكن تزيد لتمانية ميلي جرام على فكرة ده برو دراج بيتحول في الجسم بعد الميتابوليزم بيحصل له اكتيفيشن بيتحول لفايف هيدروكسيميثايل تولتيرودين ودي مادة كمان هنتكلم عليها بعد شوية فهو يعتبر برو دراج اه اه فما يفضلش في حالة السيفير هباتيك ايمبيرمنت برضو ولو الحالة مادة هباتيك ايمبيرمنت او الكرياتينين كليرانس اقل من 30 ميلي بيرمينت برضو اه اه م ما يفضلش ان احنا نزود الدوز لتمانية ميلي ونخليها على اربعة ميلي وانس ديلي التولتيرودين ده بلادر سيلكتف انتكولينيرجيك يعني برضو مسكرينيك انتاجونيست ولكن هو سبيسيفيك شوية للام 3 بقى اه 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 فيه دوز بتاعته اه 2 ميلي جرام اه اه بي اي دي او اه 4 ميلي جرام ديلي يعني اما اتنين ميلي اه ويتاخد مرتين في اليوم يا اما اربعة ميلي ويتاخد مرة واحدة بس في اليوم اه من اشهر الامثلة بتاعته كتريد نيمز اه اه الديتروسيتول اه شركة فايزر والانقامت LA بتاع شركة ادوية ده الشكل بتاعهم ديتروسيتول تركيز 2 ميلي اه 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 الداري في ناسن ده برضو انتي مسكرينيك وام 3 سبيسيفيك الجرعة بتاعته اه اه 7.5 ميلي جرام اه وانس ديلي وممكن تزيد ل 15 ميلي جرام وبردو في حالة سيفير هباتيك امبيرمنت في الكبد او لو البيشنت بياخد سايتوكرون بي فور 53 اي فور ان هيبتور المفروض انه الجرعة ما تزيدش عن 7.5 ميلي جرام بتفضل 7.5 ميلي جرام وانس ديلي ولو في حالة انه البيشنت ما عندوش مشكلة في الكبد وحنزود الدوز بنعمل تايتريشن للدوز بعد على الاقل اسبوعين يعني يفضل ماشي اسبوعين على ال 7.5 ميلي وبعد كده ممكن نعلي دوز ل 15 ميلي من اشهر الامثلة في التريد نيمز بتاعتو الاندو داريسن والفريكو فنسن والفريكو جار ولو انتو لسا بتتضربوا في الصيدلية ممكن تمسكوا المادة دي وتدوروا على كل التريد نيمز بتاعتها انا بيجيب لكو اشهر الامثلة اللي ممكن تقابلوها اه وطبعا بيختلف زي ما احنا عارفين في التريد نيمز على حسب المنطقة اللي انت اه صيدليتك موجودة فيها وبالتالي اه ممكن تاخدو كترينين كده لو انتو لسا بتتضربوا ان انتو تطلعوا خلاص المادة انتو عارفتوها وعارفتو كل حاجة عنها اه تطلعوا تريد نيمز وتشوفوا اني فيهم المشهور عندكو اكتر وبالتالي هيسهل عليكو حفظوهم وحيسبت اسميهم في دمجكو بعد كده مادة التروسبيم ده برضو انتيماسكارينيك وام 3 سبيسيفيك الجرعة بتاعته 20 ميلي جرام مرتين في اليوم اه تويس ديلي بي اي دي او 60 ميلي جرام مرة واحدة وانس ديلي اه من اشهر الامثلة على التريد نيمز بتاعتهم التروس باميكسن وده ده تركيزه 20 ميلي جرام والسباسميكس ده 30 ميلي جرام اه بيتاخد اه قبل الوجبات او قبل الوجبة بساعة اه يعني يفضل على معده فاضية اه بي اه نقلل الدوز لعشرين ميلي جرام اه لو الحالة الكرياتينين كليرانس بتاعها اقل من 30 اه ميلي اه بر منت اه وفي الناس الكبار اكتر من 75 سنة اه بيتاخد في اه اه اد بيت تايم نيجي بقى لاشهر مادة في علاج ال اه وهي الاكسبيوتنين بالرغم من انه اه انتي كوليناجيك وانتي سبازموديك على فكرة كمان الا انه هو بيشتغل على الاسيتايل كولن مش على المسكارينيك ريسيبتورز بس فبالتالي هو اكتر الادوية فالسايد افاكتس ولكن هتلاقوه برضو اشهر الادوية ليه لانه هو موجود في كزا صورة يعني في منه اه كزا اسم تجاري ومتوفر يعني لو مثلا واحد مشي على علاج اه معين وما لاقهوش لاي سبب منه حيلاقي اه بديل كتير ليه نفس المادة الفعالة وكمان اه سعره قليل فبالتالي هو يعتبر اقل واحد فيهم في الساعة فبالتالي اه اه هو الاكسر شهرة ولكنه هو الاكسر في السايد افاكتس اللي هو الاكسبيتن اه الجرعة بتاعته خمسة ميلي جرام مرتين لتلاتة في اليوم اه القرص بتاعه برضو ما بيتقسمش ولما بيجي اه يعني يحصل تايتريشن للدوز بيزيد خمسة ميلي كل اسبوع يعني لو البيشنت هيبدأ بخمسة ميلي وعايز يوصل لعشرة ميلي اه هيعدي اسبوع وبعد كده يزودها للعشرة ميلي والماكسيمام دوز بتاعته تلاتين ميلي جرام اه بردين في الاطفال الجرعة بتاعته اتنين ونص ميلي مرتين في اليوم واقصى جرعة بالنسبة للاطفال هي عشرين ميلي يوميا نيه الاخر مادة معنا هي الميرو بيجرون ده بيتا ثري اجونست ده طبعا يفضل جدا في الحالات اللي مش هينفع نستخدم معاها اه ماسكارينيك انتاجونست هو يعتبر اقل سايد افاكت ولكن هو يعتبر مادة جديدة يعني لسه جديد اه الجرعة بتاعته 25 ميلي اه وانس ديلي ممكن تزيد لخمسين ميلي اه في اليوم الاشهر الامثلة التجارية عليه اه بلادوجرا ده خمسة ميلي اه اسفة 50 ميلي جرام اليوريب بلادون اه اكس ار ده 25 ميلي جرام والبيت ميجا 50 ميلي جرام اه ولكن اخلي بالكو هو ده كمان سعره عالي قوي فبرضه مش هيكون مناسب مع كل البيشنس لكن ممكن جدا نلجأ له لو الحالة صعبة قوي انها تاخد مسكارينيك انتاجونست وبما ان السايتس اه بتاعت المسكارينيك اه ريسبترز كتير قوي في الجسم يعني في الهارت وده من اشهر الاماكن اللي بتأثر عليها اه الادوية اللي بتشتغل على المسكارينيك ريسبترز اه موجود في الهارت في الجول بلادر في الاستومك في الكولون اه في الساليبري جلاند اه في الايرس اه في العين في اللاكريمال جلاند وبالتالي هي بتأثر على كل الحاجات دي وخصوصا الهارت عشان كده انا ما نيجي نتكلم على بتاعت الانتي مسكارينيك اه او المسكارينيك انتاجونست هنلاقي ان هي بتعمل بتعمل اه اه بتعمل اه بتعمل اه بتعمل بتعمل اه بتعمل اه بتعمل تكيكارديا وده من اخطر اللي سايد افكت بتاعتها اه لانو لازم يستخدم بحذر مع مرضة القلب بتعمل blurred vision, dry eyes, sedation, disness, confusion, hallucinations دي side effects بتاعت اي drug بيشتغل كmascarinic antagonist وبالتالي هي مشتركة معنا في كل الادواء اللي احنا ذكرناها في معادة اخر دواء اللي هو beta 3 agonist اللي هو الميرابيجرون ولكن اتفقنا انه هو سعره عالي ولسه يعتبر دواء جديد فعشان كده مش هيكون مناسب مع كل الحالات اتمنى الفيديو يكون افادكوا اتمنى تكونوا استفدتوا عرفتوا معلومات ما كنتوش تعرفوها رجعنا مع بعض فرماكولوجي اخدنا trade names اخدنا جرعات اتمنى تكونوا استفدتوا لو سمحتوا لو استفدتوا تعملوا لايك وشير وتسابوا لي comment تتفعلوا مع الفيديو عشان اقدر اكمل بقية السلسلة واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو جيد اتمنى تكونوا في الفيديو عشان المدこれは م